موسيقى ليلى الشفعي صحفية بوكرة المغرب العربي انباء قسم التقافي وعضودي الاتحاد كتاب المغرب تنكتب الكسة القصيرة ورئيسة فر عربات الاتحاد كتاب المغرب موسيقى تأسست الجمعية في اواخر خمسينات وبداية ستينات من القرن الماضي بو عندو كتر من خمسين سانة الشروط طبعا ديالدق الفترة موسيقى 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 وهو الاتحاد كتاب المغرب العربي بمعنى منين اسو الكاتب عزيز الحبابي والله يرحمه اسو بدك النظر المغاربية يعني ديال انه الاتحاد ديال المغرب الكبير كله وكان الهدف من تأسيس الاتحاد هو الدفاع على ثقافة ديمقراطية حداثية بهم في البداية كانوا يقولوا عربية مشغيرة وطنية عربية وعلى مستوى البعد العربي الدباء من بعد ولت مغربية وطنية وعادة عربية في المؤتمر الأخير يعني في الجنة التحضرية ديال الأخير مؤتمر كان تغير القانون الأساسي ولا فيه بحل مزاوجة ما بين جمعية ثقافية اللي عندها بعد مطلابي وفيها إضافة للوضع الاعتباري ديال الكاتب من ناحية المعنوية يعني كشخص كيكتب داخل المجتمع وكي ساهم التقافة في التطوير التقافة وتغيير القيم أيضا السائدة داخل المجتمع بالإضافة لهذا الوضع هذا ولات مطالب أخرى عندها شمية طابع نقابي بحل مثلا الاستفادة من بطاقة القطار بحل بطاقة الفندق والموقت للطائرة المهمة واحد العداد ديال المطالب واللي طرحوها الكتاب وتم الإقرار ديالها داخل القانون الأساسي كبعض الأهداف من أهداف الاتحاد موسيقى بالمسبة للاتحاد كان في إطار الاتلاف من أجل التقافة والفنون مجموعة ديال الفنانين اجتمعوا في إطار الاتلاف ومعهم اتحاد كتاب المغرب كانوا بعض العناصر من الاتحاد بحل بطاقة التأمين خاصة بفنان هذه البطاقة ولات ديال الكاتب وديال الفنان البطاقة تخول الكاتب وخي يكون عنده التأمين مثلا ديال الكنوبس البطاقة تخول له ذاك الشي اللي ما يسمحش به التأمين مثلا ذاك الهامش اللي خس الكاتب يؤديه تتأديه البطاقة هاد العملية دارها الاتحاد ويعني طالب الأعضاء دياله باش يجيبوا بعض الوثائق باش يدير لهم البطاق ولكن داخل القانون الأساسي يعني قبل المؤتمر السابق أخر قانون الأساسي تم فيه التنصيص على ضرورة بطاقة خاصة بالكتاب يعني يكون فضلا عندك المطالب اللي تكلمت عليها قبلها كان حتى ديال بطاقة ديالتأمين تكون خاصة بالكتاب من بعد فاش تأسس الاتحاد وفضل ما صار دياله خلال تجربة ديال خمسين سنة أكثر من خمسين سنة أحقق بعض الإنجازات منها مثلا ترافع على بعض المعتقالين السياسيين اللي كانوا أدباء وكان أحيانا تيدافع على إطلاق صراحهم وماشي غير أحيانا كان باستمرار تيدافع من أجل إطلاق صراحهم ترجمة نانسي قنقر